طبعا هذه جلسة المشاورات التي بدأت منذ ساعات الصباح منذ ساعات هذه الجلسة ماضية انتهت الآن وأول فصريح لنيتانياهو بعد انتهائها يقول بأننا وعدنا بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال وهذا بالضبط ما نقوم به طبعا نتانياهو أيضا قال وتوجه لحزب الله أقول لأولئك الذين لم يفهموا بعض أريد أن أوضح سياسة إسرائيل هي تعني أننا لا ننتظر التهديد بل نتوقعه في أي مكان في أي ساحة في أي وقت ونقضي على كبار المسؤولين ونزيل الصواريخ ومستمرون بذلك ويعيد ويقول بأننا سنغير التوازن الأمني أي التوازن القوى في الشمال وهذا بالضبط ما سنفعله وأيضا يعني توجه للإسرائيليين ويقول لهم بأنهم عليهم الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية وأيضا قال بأن هناك أيام معقدة نحن أمام أيام معقدة يمكن أن تكون لذلك تحل بالصبر هذا ما قاله نتنياهو الآن ما بعد انتهاء المشاورات الأمنية التي استمرت ساعات طبعا هذا الكلام هي اللهجة التصعيدية الأكثر قسوة منذ أيام وحتى هذه اللحظة استمعنا لنيتنياهو سابقا حيث قال بأنه سيغير ميزان القوى يقول بأنه من لم يفهم الرسالة سوف نفهمه ذلك وكل ما إلى ذلك ولكن هذه الرسالة الآن هي الأكثر قسوة والأكثر تصعيدية هناك من يقول إسرائيليا هي بمثابة إعلان حرب ولكن حتى الآن نحن نراها إذا كنا حذرين أكثر بالتقدير فهذه الأكثر لهجة تصعيدية منذ أيام وحتى هذه اللحظة أيضا هذا يتوافق مع ما قاله جلند طبعا هذه المشاورات كانت مع جلند وهاليفي أيضا المسؤولين الأمنيين قائد القوات الجوية وأيضا الأمين العام العسكري لرئيس الوزراء جلند أيضا صبيحة اليوم قال بأنه على الإسرائيليين أن يتحلوا بالصبر يجب عليهم أن يكون لديهم نفس طويل أكبر خلال الأيام القادمة لأنه أمامنا أيام معقدة وطويلة وذلك يعني ينبي للخطة الإسرائيلية بما يتعلق بتوسعة رقعة الحرب بما يتعلق أيضا بالخطة الإسرائيلية العسكرية طبعا هذه التصريحات الآن قبيلة جلسة الكابينات التي من المرتقب أن تنعقد في الساعة السابعة مساء وأيضا هذه الجلسة سوف تشاور وتبحث التصعيد في الشمال بما يتعلق أيضا بهذا الأمر هناك أيضا تحركات سياسية يعني رأينا أنه تم الإعلان أن في الغد هناك جلسة ما بين نتانياهو وما بين زعيم المعارضة لبيد لإحاطة أمنية طبعا في الوضع العادي ليست هذه الجلسات ذات أهمية ما بين رئيس الحكومة وزعيم المعارضة ولكن في خضم هذه المرحلة وفي خضم إعلان مرحلة جديدة من الحرب وهذا التصعيد على الأرض هذه الجلسة ذات أهمية الآن لأن الآن نرى لبيد أيضا جانس أيضا أيزنكوت الذين هم يعارضون الحكومة هم يعني لطالما هاجموا الحكومة وإدارة الحكومة للحرب وكل ما إلى ذلك والإتلاف ولكن الآن هم بمواقفهم تجاه هذا التصعيد يقولون نحن وراء الأجهزة الأمنية وراء الجيش نحن ندعم العملية العسكرية ندعم توسعة رقعة الحرب بالشمال لإعادة السكان إلى منازلهم هذا ما يقولونه الآن أي أن هناك نفس واحد ونبط واحد إسرائيلي على المستوى السياسي أيضا المستوى الأمني والعسكري نحو عملية عسكرية أكثر توسعا وهذا طبعا ينسجم مع التحركات على الأرض يعني رأينا الهجمات الإسرائيلية منذ صبيحة اليوم هي الأعنف منذ أيام وحتى هذه اللحظة في الإعلام الإسرائيلي يقولون بأن إسرائيل ماضية نحو حرب في لبنان ولكنها حذرة تجاه توسعة رقعة الحرب للانزلاق بحرب شاملة أو إقليمية هذا ما تقوله وأيضا واشنطن أبلغت إسرائيل وهذا ما نقله طبعا الإعلام الإسرائيلي موقع والله تحديدا حيث قال بأن واشنطن قالت لإسرائيل بأنها تريد إضعاف حزب الله وإبعاده إلى ما وراء الليطاني ولكن هي متخوفة من حرب شاملة لا تريد توسعة رقعة الحرب لأنها ليست بصدد هذا الأمر أو هذه المرحلة أيضا إسرائيل هناك اتفاق إسرائيلي يقول بأنه نحن لا نريد توسعة رقعة الحرب للانزلاق بحرب شاملة ولكن نريد إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني نريد إعادة سكان الشمال حفظ سكان الشمال كل ما إلى ذلك إسرائيليا يتحدثون عن هذا الأمر الآن لأول مرة المستوى السياسي والمستوى العسكري يتفقان نحو هذه الخطوة وهذا هو النبض في إسرائيل ما بعد جلسة الكابنيت يمكن أن نرتقب قرارات جديدة بهذا الصدر أشرت إلى أن هناك اتفاق إسرائيلي بأنه لا يريدون الدخول في حرب شاملة لكن إن كان هذا القصف الإسرائيلي منذ ساعة سادسة صباحا وطال مناطق كثيرة لم تقصف من قبل في جنوب لبنان وقصفت إسرائيل أيضا حتى منازل مدنيين إن لم يكن هذه حربا مفتوحة أو الدخول فيها على أقل تقدير ما هي الحرب المفتوحة إذن في نظر إسرائيل؟ في نظر إسرائيل ما يتحدثون عنه إسرائيليا أو في إسرائيل أن هذه الهجمات الإسرائيلية هي الأعرف لأن كانوا يستنظرون أنهما بعد الهجمات أو العمليات الإسرائيلية في الأسبوع المنصرم التي طلقها حزب الله يمكن أن يفق جهة الارتباط أو جهة المساندة أو جبهة المساندة عن غزة يمكن أن يكون هناك قرارات أكثر ليونة بهذا الأمر ولكن وجدوا أن حزب الله ماضي نحو المساندة نحو المضي أكثر نحو مساندة جبهة غزة لذلك الآن إسرائيليا ما يقولونه بأن هذه الهجمات أي نعم هي هجمات الأعنف منذ بداية الحرب نحو الجبهة اللبنانية وكل التصريحات تقول بأنهم سيوسعون رقعة الحرب في لبنان وهناك أيضا أصوات حتى في الأجهزة الأمنية تقول بأنه يمكن أن تتضمن هذه الخطة هجوما بريا ويحثون الحكومة بالفعل على هذا الأمر وهذا ما نقله الإعلام الإسرائيلي ولكن التبرير الإسرائيلي هنا أنهم يريدون إبعاد حزب الله هم لا يريدون تدمير لبنان أو توسعة رقعة الحرب أو كل ما إلى ذلك التبرير الإسرائيلي هم يريدون إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني نذكر أن وزير الخارجية يسراء الكاتس البارحة قال بأنه إذا لم يضغط العالم على حزب الله للالتزام بالقرار الأممي 1701 والذي يقضي بانسحابه إلى ما وراء الليطاني والذي صدر طبعا في ما بعد 2006 نحن سوف نضغط عليه ليطبق هذا القرار أي أن عندما يقول رئيس أو وزير الخارجية عفوا هذا الأمر هو يقصد الضغط العسكري يقصد الهجمات الجوية يمكن أن يكون هناك أيضا دخولا بريا يمكن أن يكون اجتياح برر لأن نط الشارع أيضا يتفق مع هذه الوجهة لأنه رأينا مثلا الاستطلاعات الأخيرة التي قالت أن 60% من الإسرائيليين يوافقون أو يؤيدون هجوما استباقيا على حزب الله حتى لو أدى ذلك إلى حرب شاملة هم يريدون الأمن لسكان الشمال وليس فقط إعادة سكان الشمال أي أن إسرائيليا التبرير العام الآن أو النط العام يقول بأنهم يريدون إبعاد حزب الله لذلك هم يكثفون هذه الهجمات كانوا يستنظرون رد فعل مغير عن رد الفعل الأخير من نصر الله ولكن الآن هم مقتنعون أكثر أنه لن يفق جهة الارتباط لذلك سوف يكثفون هذه الهجمات ويمكن أن يوسع رقعة الحرب وهذا بالفعل ما قاله نتنياهو خلال كلمته قبل دقائق شكرا لك من القدس المحتلة مراسلة الغد أريج حكروش وسوف نعود إليك إن كان هناك تطورات أخرى أو تصريحات جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر